على هامشي ورشي العمل التحضيري أكد رئيس البعثة الممثلة لمنظمة الهجراء الدولية لوران دي بوك في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد على أن المنتدى يعد مبادرة ممتازة لتسليط الضوء على القضايا العالمية خاصة قضايا الشباب ويسعدني أن أكون هنا وهذه المرة الثانية حيث شاركت في المنتدى عام 2019 وللمرة الثانية أرى المنتدى مبادرة ممتازة لتسليط الضوء على القضايا العالمية وكذلك التحديات التي واجهها شباب اليوم لأنهم شعوب المستقبل ونحن كمنظمة نولي الاهتمام الأكبر بالشباب ليس فقط في مصر ولكن في بلدان أخرى عديدة ونحن نعمل مع الشباب لأنهم أحد الأعمدة الأساسية الإنسانية للعمل ونحن نعمل معهم ولصالحهم لتحقيق مستقبل أفضل لتحقيق مستقبل أفضل